السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مسحبة عامر من حصة اللغة العربية اليوم سنقوم بشرح ورقة عمل سنأخذ درس الثلج كناص للاستخراج منه الثلج نزل الثلج لعب ثامر بالثلج عميل جميل لعبة ثلجية هتف الأطفال مرحبا بالثلج انظر عزيزي إلى ورقة العمل السؤال الأول استخرج من النص ما يلي واحد كلمة تحوي تنوين الضم عند البحث عن كلمة في نص نقوم بالبحث كالتالي نذهب إلى الجملة رقم واحد نقرأ نزل الثلج هل هناك كلمة تحوي تنوين الضم؟ لا نذهب إلى الجملة رقم اثنان لعبة ثامر ثامر هذه هي الكلمة التي نبحث عنها إذن ثامر هي كلمة تحوي تنوين الضم أضع دائرة حول ثامر ثم أقوم بنقلها على المكان الفارغ هنا بجانب السؤال الذي يطلب مننا كلمة تحوي تنوين الضم ثامر ثامر تابع حل الأسئلة من النص عزيزي السؤال الثاني هنا كلمة تحوي حرفا مشددا تبحث بنفس الآلية من النفس عن كلمة تحوي حرفا مشددا ثلاثة كلمة تحوي حرفا نون في أول الكلمة أربعة اسم خمسة فعل ماضا ستة حرف جر سبعة كلمة تحوي تنوين الفتح ثمانية ثمانية كلمة تحوي حرف التا في آخر الكلمة تسعة كلمة تحوي حرف الجيم في وسط الكلمة نظر عزيزي إلى هذا السؤال حلل الكلمات الآتية واحد الثلج اثنان ثلجية ثلاثة ورقية أربعة مثلثا خمسة خمسة حنفية ستة التراب سبعة قيمة عند تحليل الكلمة ننظر إلى الحروف الثلج هناك حرف مشدد مشدد أقوم بفكه دائما الحرف الأول ساكن والحرف الثاني متحرك الحركة هنا فتحة أث أكتب أث ثل أكتب ثل ثل جو أصبحت أث ثل جو قم بتحليل باقي الكلمات بهذا الشكل وهنا عزيزي هذا السؤال المطلوب منه ركب من المقاطع والحروف كلمات عندك مجموعة من المقاطع والحروف قم بتركيبها وتكوين كلمة هنا أقرأ المقطع الأول مك مك وا وا تن تن أكتب المقطع الأول مك أسأل إذا كان حرف الكاف من الحروف التي تتصل بالحرف الذي يليها نعم فنقوم بكتابة المقطع الثاني وا أسأل هنا هل حرف الآ من الحروف التي تتصل في الحرف الذي يليها لا أقوم بوضع الت المروطة المنفصلة بجانبها وأقرأ مك وا تن أكمل الباقي بهذا الشكل العزيزي ترجمة نانسي قنقر